موسيقى مساء الخير ما هو دور الغرب في صعود الإسلام السياسي؟ وهل انتهى خطر تنظيم الإخوان المسلمين؟ وما واقع التيار المدني في تونس؟ أسئلة أطرحها في الجزء الأول من هذا الحوار مع الأكاديمية والباحثة التونسية نائلة سليني فأهلا بكم نائلة سليني أكاديمية وباحثة تونسية مهتمة بقضايا التشريع خاصة ما يتعلق بالأحوال الشخصية هو قضايا المرأة ومتخصصة في التفسير القرآني تحمل شهادة الدكتورة في التفسير القرآني والعلاقات الاجتماعية وهي أستاذة الحضارة في الجامعة التونسية كما أنها تشرف على وحدة بحث التشريع في الأحوال الشخصية في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة سوسة وهي عضون في جمعية النساء الديمقراطيات لها العديد من الإصدارات من أبرزها مؤلف تاريخية التفسير القرآني والعلاقات الاجتماعية وكتاب تاريخية التفسير القرآني في قضايا الأسرة واختلاف التفاسير إذن أرحب بضيفتي الأكاديمية والباحثة التونسية الدكتورة نائلة السليني أهلا بك مجددا في حديث العرب أستاذ نائلة واسمحي لي في البداية على ضوء التطورات الأخيرة في تونس المشهد إلى الآن يمر بكثير من التحليلات المتباينة أحيانا متناقضة ولكن السؤال اللي يطرح بشكل مستمر هذه الأيام في تونس هل في رأيك هذه بداية للتخلص من حكم الإخوان في تونس أهلا وسهلا دكتور سليمان يسعدني أن نلتقي مجددا بعد تلك الجلسة الأولى التي تحورنا فيها عن مشاغلنا من هيمنة الإسلام السياسي بتونس ويسعدني أكثر أننا نلتقي بعد أن شهدت تونس تطورا في مكانة الإسلام السياسي بهذا البلد ويمكننا بهذه المناسبة أن نتعاقب مختلف التطورات التي حدثت في تونس في تعاملهم مع هذه الظاهرة التي استولت على مشاغل التوليسيين واستولت على تموحاتهم وطلباتهم منذ سنة الحادي عشر بعد الألفي طبعا هناك مؤشرات ومؤشرات إيجابية وواعدة وهناك مؤشرات أقول ليست واعدة فقط بل هي مؤشرات واقعية في الحقيقة المؤشرات بدأت من أواخر سنة السنة التاسعة عشر وألفين بعد صائفة بعد تلك الصائفة وبدأنا نشعر ونحن وقد كنا قلة في البداية وكما كان يتباهى مرشيدهم بنعتنا بصفر فاصل صفر فاصل معناه أي إننا لا نساوي شيئا في هذه المجموعة ولكننا مع ذلك ثابرنا وبقينا نناظل ونبقينا نتمسك بمهمتنا ووظيفتنا في مجتمعنا وهي وظيفة المثقف العضوي في الحقيقة الذي عليه أن ينبه المجتمع لأن المجتمع في بداية كل ظاهرة يكون غير واعي إن لم أقل يتصف بنوعا من الوعي الساذج عندما يجدوا ظاهرة خاصة ظاهرة الأخوان بتونس وقد كانت لهم المهارة منذ وقت بن علي وفي نهاية حكمه بأن كانوا يتباكون ويبرزون أنهم مظلمون أنهم مظلمون في ذلك العهد وأن بن علي كان يتعصف عليهم وبالتالي يمكن أن أقول لك أن الطائفة الغالبة في ذلك الوقت كانت تشفق على أولا وكانت تثق في مقالاتهم ولذلك عندما تكلمنا في السنوات الأولى لم نجد من يصغي إلينا تقريبا ألبطة خاصة وقد واجهنا آلة آلة ترحي وهي آلة الأخوان التي تواجهنا بكامل معداتها الإعلامية ومعداتها الإلكترونية وجيشها وسدنتها وقد صاروا أن نمنسمهم نحن بذلك النعت وإنما الآن الناس صاروا ينعتونهم بالذباب الأزرق لم نسمهم نحن الذباب الأزرق لماذا هي العلاقة بين ما يقومون به في مواقع التواصل الاجتماعي واللون الذي يتصف به هذا الحزب إذن منذ سنة 19 بدأنا نشعر أن الناس بدأت تنصت إلينا أن الشارع بدأ يتفاعل معنا وبداية سنة 20 بدأنا نشعر بالراحة كيف هي الراحة؟ هي أن ذلك العبء الثقيل الذي كان يرزح على أكتافنا بدأ المجتمع وبادأ الشعب يأخذ علينا ذلك ثقل فكان يقف معنا عندما نتكلم كان يتكفل بمتابعتهم وبالرب عليهم وببيان سامحيني على المقاطعة بس يبدو أن هذه ظاهرة تسقت بالإسلام السياسي حينما يخرج من التنظير يخرج من خطاب المظلومية إلى الواقع الناس شهدوا أن التنظير شيء وإدارتهم أو محاولة التسلط على المجتمعات شيء عملي على الأرض فبالتالي صوتك اليوم أصبح مقبول عند الجماهير التي ظللت في وقت طويل جدا بالخطاب الديني أو بالخطاب إسلام السياسي الذي يتلبس لبوس الدين فعلا ثم لا ننسى أنهم صاروا يشهدون على أعمالهم وسلبيتهم لم نعد نحن في مرتبة الذي يتهم ولا يجدوا شاهدا ملموسا ما كانت لهم من خيبات في تجربتهم وما كان لهم من سعي إلى منطق الحكم بمنطق الغنيمة وشعر الشعب والمجتمع أنه أفرغ من مكتسباته سواء كانت مكتسبات اقتصادية أو مكتسبات فكرية أو حتى في أعرافه معناه شعر أن هناك أخطبوت بدأ يتمكن بأذرعه كاملة يتمكن من جميع دول بالدولة أولا ثم ثانيا بدأ يتمكن حتى بكيفية رؤيته للوجود وكيفية نطقي وكيفية تفكيره النقطة الأهم والتي أفاضت الكأس هو شبابنا المعطل أصحاب الثقافات أصحاب الشهائد عفوا وهذا الشباب المعطل كان ينتظر أن تكون هناك مقاربة عادلة على الأقل في فتح ملف العطالة والبطالة ولكن ماذا بيّنت الحجج والشواهد والمشاهدات العينية أن هذا الحزب هو حزب لا يؤمن بوطنية الأرض بقدر ما يؤمن بوطنية الانتماء والهوية ولذلك كان يسبق جماعته وأبناءه على حساب أبنائنا وإن وجد حديث عن التفرقة فلم يكن من طرفنا نحن بقدر ما كان هو الشاهد وهو الناطق على ذلك إذن الخيبة تتالت سيدي وبدأ الاقتصاد ينهار أنتقل إلى فكرة أخرى أنت معي على جزئين في هذا الحوار لأهمية الحدث التونسي طبعا لنا جميعا خليني أعيدك إلى رسالة مفتوحة وجهتيها أنت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2020 قلت فيها تونس كانت حق تجارب بالنسبة إلى الغرب ونتيجة التجربة أفصحت عن أن الإخوان داء قلت أيضا ليعلم السيد ماكرون أننا نعيش مع إخوان تونس بفضل اختيارات الغرب وأمريكا كأنك مقتنعة بأن الإخوان كان تيار مفروض على تونس لو توضحي في هذه المسألة ليس اعتقاد وإنما هو يقين واليقين كان منذ لا أعلم أن كنت قد عبرت عن هذا سابقا في الأعلام أم لا ولكن شعرنا به منذ الأسبوع الأول من شهر جانفي بعد ما يقال عنها ثورة الربيع العربي ودائما أقولها بين ذفرين بعد أسبوع فقط الناس ما زالت لم تخرج من حمى الانتفاضة وإذا بنا نرى الشارع يتضح لونه ماذا رأينا رأينا الناس بدأت تهلل بقدوم بدرهم وكانت تلك الأغنية في المطار طلع البدر علينا إذن كان الزحف وكان منطق الحرب ومنطق الفتح وما إلى ذلك لكنه فتح سياسي إسلامي ولم يكن فتح ديني بقدر ما ولم يكن فتح ديني ما لحظناه بعد ذلك بدأنا نتفطن إليه وهنا نعود بك إلى شهر نوفابر من سنة 2012 بعد سنة رأينا الحرس الأمريكي في بلادنا وتدخل المنطع من طرف أصحاب السلطة الأمريكية عندما يقف أحدنا للتعبير عن رفضه لوجود الإخوان في بلدنا ولامتلاكهم لزمام السلطة وانتهازيتهم في الانقضاض على هذه الانتفاضة رأينا ذلك عندما كانت تنوي ولم أحدثك عنها كنا يومها في جمرت وكان في اجتماع دول المناء وكنت من بين الخبراء وفرضت على الإخوان وكان السيد عبد السلام وهو صهر الغنوش وزير الخارجية وأراد أن يفرض قراره في أن لا أدخل الاجتماع ولكن هناك اختيارات من طرف الأمم المتحدة التي فرضت أن أدخل إلى هذه الجلسات وعندما دخلت رأيت هذا الحضور الهائل للجمعية الخيرية التي كانت موجودة وكان من المفترض أن تأتي السيدة هيلاري كلينتون للاجتماع بنا في المساء ولكن عندما تغيرت وانقلبت موازين القواء في الاجتماع يأتي التعلن التقليدي عند السيدة هيلاري كلينتون في أنها تعللت بالمرض واجتمع بنا السيد بيرنس لمدة ربع ساعة وفرأ عندئذ أدركنا جيدا أن هؤلاء الأخوان هم على قلوبنا ما دامت أمريكا تريد ذلك نعم بعد ذلك كانت في سنة الثالثة عشر عندما الرئيس السيسي تمكن من إنقاذ مصر وتتذكرون كلكم ولا يقفوا عند الجزئيات ما كان من ردة فعل الرئاسة رئاسة أوباما وأدركنا أن إزاحتهم لم وقد قلتها لك لن تكون بخيار سياسي لأن نموذج التونسي لم يكن النموذج المصري النموذج المصري عندما قرر بإرادة سياسية لشخصية الرئيس السيسي كان لهم ذلك وهنأناهم ولكن منينا النفس في تلك اللحظة بأن الطريق ما زال طويلا لماذا؟ لأن القوة الضاربة في تونس هي المجتمع المدني لا غير وبذلك على هذا المجتمع المدني أن يتصف بالبأس بالصبر بالجأش بطول النفس وأن يتحمل الشتمة والثلبة ولذلك تقولين دكتورة نائلة تقولين في أحدى مقالاتك إن الإخوان هم من يحكم تونس اليوم والسبب يعود أصلا إلى الطبقة السياسية التي تتعامل مع الإخوان استنادا إلى مبدأ الأخذ والعطاء هل يمكن القول أن مسؤولية سيطرة الإخوان على المشهد السياسي في تونس تقع على بعض أو كثير من نخب المجتمع التونسي؟ دكتور سليمان هناك كلمة مفتاح منذ سنة 2020 أرددها خاص يوميا وأكتبها هي أن هؤلاء لا يساوون قشة وإن وجدوا في مجتمعنا الآن فإنما هي سلطة كارتونية من يسندها تسندها أحزاب اتفقت معهم على تقاسم هذه الكعك أحزابنا سيدي لا تتصف بالمبادئ التي تنادي بها ولا تؤمن بها ولا تقتنع بها وقد ظهر للجميع وللمجتمع الدولي ما كان يؤنقل في البرلمان التونسي من تحالفات بين هؤلاء عن طريق نوابهم والشيخ الإخوان والإخوان وبالتالي إن وصلت تونس وأقولها اليوم إلى هذه الحال من تردي الحالة الاقتصادية ونوع من التوتر الاجتماعي وما إلى ذلك إنما فيه المفضل فيه يرجع إلى هؤلاء الأحزاب النهضة إن بقيت إلى يومنا هذا إلى سنة 21 فالفضل لا يعود إليها هي ولا يعود إلى أنها كانت قوية لأنها لم تكن تساوي شيئا البتتة وإنما من أرادها أن تحكم في الواجهة وهم يحكمون معها في الخفاء وأعطيك مثال الأمس فقط هناك عجائب نشاهدها صرنا تتخيل حمى الهمامي رئيس حزب العمان الشيوعي المتطرف وما إلى ذلك عوض أن يقف مع الإرادة الشعبية والإرادة التي تنادي بوجوب أن يأخذ الشعب وأن يقف الشعب على رجله وأن يمد يديه إلى هذا الشعب صار ينادي بالانقلاب وصار ينادي ويتساءل إن حذفتم النهضة فبمن ستعوذونها هذا سؤال أغرب سؤال رأيته في حياتي أن يأتي منهض ومعارض وشيوعي ويتحدث ويدافع عن يمين متطرف وليس يمين متطرف فقط وإنما أعتقد أن أهم صفة هم الأخوان نحن في تونس أضفنا شيئا وأعطيناه لهم وكم أود أن يصير أن يصير هو المتداول في الدول العربية أسميناهم بالخوانجية خوانجية الجيم واليا والتا هي الحرفة حرفته خوانجي نعم وهي تعبر عن كثير من الأشياء فأن يدافع عن خوانجي فهذا على حسابي أنا التي كنت إلى جانبه والتي أعتبر نفسي من قريبة من انتماءاته الإديولوجية يرمي بهذه الفئة من المجتمع على حساب الحفاظ على علاقته بهم ولولا ما وقع في القصبة في 2011 ومناداته بحل البرلمان وبإعادة سياغ الدستور لما كانت هذه حالنا اليوم فنحن مصيرنا إنما خط خطوطه الأولى مثل هذه الأحزاب التي يمثلها حم الهمن طيب خليني أنتقل معك أيضا إلى فكرة أخرى عن خطورة التيار الإخواني وتغلغل داخل المجتمع تقولين في جون 2020 كان لك هذا النص عمل الإخوان بتونس أو عمل الإخوان بتونس ينطلق من الجذور وذاك هو الخطر المحدق بنا اليوم وحتى إن وفقنا في الحد من تموقعهم فإنهم وفقوا أيضا في تعطيل المسار الحداثي الذي كانت ترنو إليه الانتفاضة في 2011 لو نوضح في هذه المسألة دكتور نائلة شوف دكتور سليمان هذه تحولت الآن وأكاد أكون متيقنة منها ما دمنا نحن العرب أكملين ننظر إليهم ونعلم أنهم أصحاب الداء ولا نتحرك في اتجاه آخر فعلا الإخوان بما بثوه من سموم وعن طريق سياسة التمكين التي شرعوا فيها بأمر من أميرهم الأول البنة معناها عندما أقول من الجذور أي من جذورهم عندما بدأوا في السلسينات وبدأوا بنشر ثقافة ظلمية هذه الثقافة الظلمية هي التي مكنت لهم الفتح الأبواب ونوافذ السلطة الذي كنت أخشاه دائما وهذا ما حدث في تونس ولا أنكره وهذا ما ألاحظه أقول وعبيض ظفرين ظفرين ولاحظته في بعض الدول العربية التي زرتها بما فيها مصر هناك مشكلة هناك هناك خلفيات سلبية مثل أي مرض مزمن خبيث عندما يغادر الجسد يترك هذه المخلفات تمكن من العقليات تمكن من بث روح التواكل تمكن من بيان أن كل شيء بقضاء وقدر وأن كل إنسان يريد أن يغير أو أن يعمل عقله فإنما ذلك من عمل الشيطان فماذا سرنا تكون لنا مجتمع والمجتمع العربي مجتمع لم يعد يقرأ مجتمع لم يعد يفكر مجتمع لم يعد يعطي نقطة استفهام مجتمع عندما تتحدث بكلام جديد أول ردة فعل هو الاحتياط منك والريبة هذا لا يمكننا أن نصلحه في يوم وليلة هذا المجتمع سياسيا يقول لك أرفض الأخوان وأمقطهم ولا أريدهم في مجتمعي لكن تركوا له في فكره بقايا من التخلف بقايا من التكلس علينا نحن الآن مهمتنا بما أن المجتمعات صارت واعية وأعتقد عندما يصير المجتمع واعيا مهمة المثقف عليه أن ينتقل إلى شيء آخر حتى يحفظه وحتى يحميه ويحدوه إذن علينا الآن أن نأخذ بيد هذا المجتمع مهما كان الأرض التي يوجد فيها لأن مشاكلنا واحدة قضيانا واحدة ولأن عقيدتنا واحدة وبذلك علينا أن نكون جميعنا في نفس الاتجاه وأن نعتبر أن هذه المصيبة التي حلت بالمجتمعات العربية حلت علينا جميعا هي الآن أعود بك إلى رسالتي إلى السيد مكرون بيانت بيانت أن ما يقوم به الأخوان اليوم في مجتمعاتنا هو نفس ما يقومون به في بلدانهم وهم لا يعون بذلك أعطيك مثال لفرنسا لأني أعرف فرنسا تقريبا اتحاد العالمي لعلماء المسلمين ماذا يفعل عن طريقي معناه يجعل نواة نواة أقولوا نواة دينية إسلاموية ليستني دينية فقط وإنما إسلاموية أي ذات طبع إسلام سياسي فيكون يبنى جامع بتدعيم إخواني ونحن نعلم المالية للتنظيم الدولي كم هي كبيرة وكبيرة جدا لأن أهم الرؤوس الإخوانية الذين هم في التنظيم الدولي يمسكون برقاب البنوك وبالتالي تكونت هذه المجموعات أول شيء يقومون به هو الاستقطاب استقطاب الجاليات العربية يستقطبون الجاليات ثم يكونونهم وبعد التكوينهم يرسلونهم دعاة في الأرض الأوروبية وعندما قامت تلك الهجرة أذكرك بها في سوريا وعندما ذهبوا من سوريا إلى اليونان وما إلى ذلك كانت تلك الهجرة كانت عبارة عن حسان ترويدا من ذهب إليها؟ أكثرهم من الدواعش أكثرهم من الإرهابيين أكثرهم من جماعة الإخوان المسلمين هم الذين ذهبوا بهم إلى هناك لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن المرحلة القادمة لم تعد في فتح الدول الإسلامية لأننا صرنا أرض مفتوحة نحن بالنسبة إلى داهم وبالتالي عليهم أن يفتحوا الدول الأوروبية وهذا هو الخطر الذي يداهم أوروبا ليس في طردهم وإرجاعهم هؤلاء الرؤوس إلى مناطقهم أو بلدانهم وإنما فيما بثوه من سمو في تلك المجتمعات كيف لمكرون أن يواجه كل هذا الطيار لن يستطيع ولن تستطيع ألمانيا ولن تستطيع إنجلترا إنجلترا بأكملها هي في أيديهم وأنت أعلم بذلك ربما مني فيما تراه في المجتمع وكيف يسيرون وكيف ما هي الأنماط والممارسات التي يقومون بها إذن الدكتورة إذا سمحتي لضيق الوقت أنا أريد أن أعيدك إلى الحديث عن تونس وما يحدث اليوم في تونس في ظل يعني ما يقال دائما عن الإخوان أن قوتهم ليس في العدد وإنما في التنظيم ورؤوس الأموال في ظنك اليوم في تونس قلت أن المجتمع المدني نسيجه مهترع وأن هناك تحالفات سياسية مع الإخوان يعني كيف ترين المستقبل القريب في تونس هل سيستطيع الرئيس بالدعم الشعبي الكبير الموجود معه أن يعني تتخلص تونس من ما سميته مرض الإخوان هناك مفارقة قبل كل شيء مفارقة هامة هذه المفارقة أنك عندما تتحدث في التجربة التونسية عن أحزاب يجب أن تفصلها عن المجتمع المدني فالمجتمع المدني لم يعد هناك كما يقال المجتمع المدني والأحزاب خطان متوازيان لا يلتقيان الآن وأكثر القائمين في المجتمع المدني والذين يقودون هذه الحركات لا ينتمون إلى أحزاب لماذا؟ وهذا عهد مننا لماذا؟ لأن الذي ينتمي إلى حزب يصير عبدا لإرادة ذلك الحزب واختياراته يصير عبارة عن ببغاء يعيد تلك المبادئ التي يؤمن بهذا ذلك الحزب يصير قابلا لمختلف التنازلات التي يفرضها ذلك الحزب وقد بيّنت لك أن معظم هذه الأحزاب معظمها أقول إلا البعض إذا استثنيت الدستوري الحر هو الذي وقف وهنا بهذه المناسبة أفتح القوس لو لا الدستوري الحر لماذا؟ لأن عبير موسي عندما كانت لها القدرة في أن تدخل البرلمان ليست لدي أنا هذه القدرة حتى أدخل البرلمان أنا لست نائبة وبالتالي فتحت الأبواب أمام عبير وكانت جرؤتها في أن عرت هؤلاء عرت الأخوان وعرت الأحزاب وهذه هي الصعقة الكبرى التي أتت على الأخوان وعلى تجربة الأخوانية في تونس إذن عندما أقول هذا فمعناه أن المجتمع المدني الآن بلغ أو بالتالي حقق بفضل ما قام به رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد من استجابة لرغبة هذا الشباب ولرغبة هذا الشعب كانت النقطة أو الصافرة التي قام بها لإنهاء الراحة هي راحة دامت 11 سنة ولكن على الأقل نحن الآن ما قام به الأستاذ قيس سعيد رحبنا به شجعناه وقفنا إلى جانبه أقول لك هم أرسلوا سفراءهم الأخوان سفراءهم ومن هم من أتباعهم للتنديد بهذه المبادرة واعتبروها انقلاب ما حدث في تونس ولكننا من دخل تونس نعلم من هؤلاء الذين يتحدثون عن انقلاب لن يكونوا بأي حال يشبهوننا نحن فيما رأيناه من عذاب وما رأيناه من ترد لحالة سياسية وسحية واقتصادية وفكرية وعلمية وتعليمية إذن المنظومة كلها متلاشية الآن دكتورة نائلة الكلمة لأن الجزء الأول من هذا الحوار معك دكتورة نائلة وصلنا إلى نهايته سنكمل في الجزء الثاني من هذا الحوار بقية محاورنا حول مستقبل تونس مستقبل الإخوان في تونس وفي المنطقة العربية أشكر الدكتورة نائلة السليني على هذه المشاركة سيتجدد اللقاء معها مرة أخرى في الأسبوع القادم أشكر مشاهدي ومستمعي حديث العرب على هذه المتابعة إلى اللقاء